الآن ننتقل بعد محاوله الستاندرد ننتقل لللبل الثاني اللي هو الثاني الفور عشان نشوفهم اللي هو الاجز الاجز نوعا ما مهم مهم جدا اول ما فتحت اجز راح مباشرة على الاجز اول اوشن عندنا انسيرت فيرتكس ضيف نقطة فانا ممكن اكبس على انسيرت فيرتكس بظهر لي النقاط بس انا مش في النقاط الآن بالاجز فبقدر اضيف نقطة لكن مش على الفيس بضيف نقطة على الاجز هون وهون وهون نقطة شوف كيف اضف ثلاث نقاط ممكن هون ثلاث نقاط ثلاث نقاط الآن ممكن اشيل النقاط كيف اشيلهم لازم اروع على الفيرتكس عشان اشيلهم عشان اشيل نقطة ممكن اعمل ريموف او اشيلها عن طريق باك سبيس من الكيبورد يا اما هاي كنترل انا مسكهم كلهم عشان اشيلهم كلهم مرة واحدة يا اما اضغط باك سبيس او اضغط ريموف فريموف مرات انت ما بتكون يعني فاتح القائمة هاي عشان تشيلهم فمباشرة باك سبيس من الكيبورد بشيل لك ايهم الابشن الاول اللي هو من اجز اديت اجز اللي هو انسيرت فيرتكس الابشن الثاني يروف لو بحت على اي اج هاي اج باعتبار اوكي وهاي اج حافة وكمان هاي اج فبقدر اشيلهم عن طريق ريموف لاحظ انه شالي يهم حافظ على السيربس شالي يهم حافظ على السيربس عنده لو مسكت قطعة خليها في المنتصف هون بشيل السيربس معها اذا كبس ديليت من الكيبورد نفس النقاط نفس مبدأ النقاط فريموف بشيل الاج والفيرتكس مع بعض اذا كبس ديليت من الكيبورد بشيل معهم الفيس مرة انا محتاجة شيل الفيس بالطريقة هاي الابشن الثاني اسمه سبلت سبلت معناها فصل كيف يعني يفصل لو رحت على مثلا سفير اللي هي الكرة واخدت السفير وعملتها كبس التكيو عشان اعملها ايزوليشن ولما اخلص ايزوليشن راح اروع على اند ايزوليشن او الكبس اللي هون هي نفسه بتعملني ايزوليشن وهي نفسه بتطلعني من ايزوليشن ايزوليشن ما بشيل الابجيكس ولا بكيبهم بس مؤقتا بلغيلي اياهم عشان اشوف بدون تأثير باقي الابجيكس هتخل عرقب اثنين انا صرت اعرف ان الشورت كت لاجز اثنين مباشرة الان محتاج امسك الاجهاي والاج اللي جنبها هاك بس كونترول كمان كونترول فالموضوع نتعب شوي بهالطريقة الان بالسيليكشن لو رحت على اول قناة بالسيليكشن بقول لي فيه عندنا اوبشن اسمه لوب و اوبشن اسمه رينك لوب اللي هو التوازي والتوالي اللي بعرف كهرباء بالتمديلات الكاروبائية فيه اوشن اسمه التوالي وتوازي التوالي خلف بعض التوازي بجانب بعض يعني الان اذا بدي اختار استمرارية لازم اعطيه توالي يعني لوب لو مساكت واحدة بمشيلي معها على طول لوب لفلية كامل بهالشكل لو اخترت الى واحدة مرة ثانية وعطرته رينك رينك بصير اعلى واسفل بهالشكل اعلى واسفل بعطينيه فالان بدل ما اكبس على لوب فيه اوبشن سريع دبل كلك على اي سيجمس بعطيه يا لوب واختصار اللوب من الكيبورد كنترل ال بعطيني بعطيني لوب كنترل ال سوري التل والرينك الرينك بعطيني اياه اي الرينك التل التل بعطيني رينك اختصارهم التل التل لكن دبل كلك على اي خط برطيك اياه بشكل كامل بهالطريقة هذا من سيلكشن لان لو رجعنا على الادة الجومتري على الادة اجز في عندي امر اسمه سبلت هو نفسه موجود هون مرات كلك ممكن اختار سبلت سبلت فصلتهم عن بعض صفت هاي قطعة اسمها ايليمنت وهاي ايليمنت اخر لو رحت على على الابسنز الخاصة في فولي هلا اظنوا في عندي ايليمنت ايليمنت يعني قطعة واحدة فكلك على هاي صارت ايليمنت وهاي ايليمنت ثاني فسبلت فصلك بينهم فكأني فصلت بين قطعتين بشكل عوبي اخر نرجع الادة الجز بس بعدهم اوبجيكت واحد هم صح انفصلوا لكن بعدهم قطعة واحدة الآن لو رحت على اوبشن اسمه اكستروت اوكي احنا رحنا على سبلت ريموف الآن اكستروت دابل كلك على عجل عشان ياخد كامل قطعة وعطيته اكستروت اروح على سيتينج تبع اكستروت لاحظ شو اعطاني نفس الاكستروت تبع النقاط ممكن ادخله لجوة بهالشكل او برا والآن المساحة هاي اللي هي اللي نسميها الوث ممكن اخففها شوف كيف وازيدها اخففها وازيدها بهالشكل هو هو انتهى ولا لسه ما بصير حقيق غير ما تعطي موافق طيب خلنجرب نزيد عليه كمان دابل كلك كمان على الاجل تحت كمان دابل كلك على الاجل تحت بعطاني هذا الاحساس جميل جدا 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 يعني ممكن اعمل اعمل بالزائد بالناقص طيب يعني ممكن اعمل بلاط بالطريقة هاي بلط ارضية كيف يعني لو اخترت بلين بلين قياسه مثلا مترين في مترين وفيه عليه مثلا ست ثمان بلطات في ثمان بلطات يعني المترين قسمته الى خمسة وعشرين سانتي كل واحد لانه لانه عندك واحدة ثمانية 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 مترين تقسيم ثمانية بيطلع خمسة وعشرين سانتي فالبلاط عندي خمسة وعشرين او نعملهم نص متر في نص متر هاي اربع في اربع فالبلاط قياسه نص متر في نص متر اخترت رقم اثنين كبس كنترل اي كنترل اي يعني سلكت اول وعطيته 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 اكسترود فممكن يخلي اللي الحلل بينهم اللي هو اثنين ميلي وخليه ينزل لتحت بها الشكل اصولي اثنين سانت هاي اعطيها الزيرو اثنين يعني هاي اثنين ميلي فعملت بلاط هاي بلاط نفس الفلور جنريتر بالضبط اللي انا عملته بس بصراحة فلور جنريتر الاقوى بتحكم في الشيف هون ما بتحكم الا بالمربعات لانه تقسيمة البلين عندي مربعات اصلا فعملت شكل بلاط في هالطريقة هاي فممكن يفيدني بان اعمل اعمل شكل بلاط طب نرجع للسفير اللي عنا هون شو في عنا اوبشنز كمان بالقطعه بالاجز في عنا اوبشن الاكسترود الشامفر كثير مهم الان كثير مهم لو فكرت الان بالاجز الاجز حلوتها شباب مش بس اني اختارها بهالطريقة هاي اللي اخترت بلين والبلين هاذ اللي عندي هون حاولت كنفيرتو بولي كنفيرتو بولي لما اختار اج اللي هي رقب اثنين في القطعه اللي هون اوكي الان عندي قدرة اني اكبس شفت واسحب للاعلى خط نسخة عنهم شفت واحرك بهالطريقة خط نسخة عنهم يعني الان ممكن اختار الحبتين هذول لوحدهم وعطيه شفت للاعلى وامشي بهالطريقة فعندي القدرة اني اتحكم في القطعه بالشكل بالياه شفت موف كاني بنسخ تعطيني امس سيميلارية وبصراحة الديزاين بالطريقة هاي ممتع جدا 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 بكل امانه الان ال double click على القطعه عشان اخذها كلها الان بدعملها الامر احنا بنعرف بس ما في فيلت بالبولي لانه الشامفر بيحتوي على فيلت جواته فهو تو اوبشنز القطع اللي هون عملت راتك لك ودخلت على الشامفر يفضل شامفر سيتنج لانه شامفر بدون سيتنج انت مرتبط بشكل يعني نوعا ما لكن افضل انت اعطي راتك لك وتعطيه شامفر سيتنج عشان تحكم في كل شيء اول ما تختار الشامفر سيتنج بعطيك المسافة المسافة فعليا هي بين النقطة هاي والنقطة الهون مش مش طول القطعه هاي الابدا هذا يعتبر على نظريات فيتونغولسه هو الواترآ اوكي فانت حاول حاول انك تختار اللي ناسبك لكن ما تعطيه senja المسافة الهون اركز Wizard named هو ما بعطيك المسافة الهون بعطيك اللي هون بالبط نفس نفس اليهتوكاد ال Совتميصidi هو 11 هي فعليا المسافة من النقطة الوهمية 놓هم لحد اي طرف من اطراف الثلاثة اللي عندهم. فبزيد المسافة او بقللها. الان الان هذا اسمه تشانفر. طب بدي فلت. اذا بتزيد عدد السيجمنتز اللي في المنطقة هاي. بتحول معاك لفلت. اذا فعلت التايب التايب لترايانجل سيستم. الترايانجل يعني نظام ثلاثات. الان هون نظام كواد مربعات. فبظلي ستريت حتى لو زدت السيجمنتز اللي فيه. لو حولته نظام ترايانجل سيستم. بعطيك هذا الشيب. في برضو اوبشنز تانين هون نحكي عنهم بعدين. بس خين ركز باول اثنين. واحد من المربعات اسمه كواد. واحد من المثلاثات اسمه ترايانجل سيستم. فالترايانجل سيستم اذا كان ما في سيجمس بعطيك فلت. بعطيك جانفر سرون. لكن اذا في سيجمس بعطيك فلت. بعطيك كيرف. مناسب جدا. طب الان قبل ما اعطي اوكي وافق. مع من دبل كلك هون عطاني. سوري. عطي دبل كلك هون. عطاني كمان كير. دبل كلك هون. عطاني كمان كير. ألغي النقطة اللي هون. وألغي النقطة اللي هون. واركز بس على. وألغي كمان النقطة اللي هون ما بيلا داعي. اخترت هاي اخترت هاي. وهاي كنترول مع هاي. كنترول 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 كنترول. هاي المنطقة صارت اسمها اوفرلاب. المنطقة هاي اللي هون. قلت بس عشان الغي المنطقة اللي هون. هاي المنطقة صار اسمها اوفرلاب. ليه? لانه الراديس اللي اخترتها خمسة عشر سانتي. المسافة هون اقل من خمسة عشر. فلازم ازغرها عشان يطلع شغلي مناسب. بس يفضل اوفرلاب هاد اللي عمناه نتجاوز ونبعد عنه وننتبه له. لانه ما بس نآمل بهذه الطريقة. اسمه اوفرلاب مقلوب. اعطاني العكس تابعه. الفيس اللي فليبت. الان نركز على على الشيب المناسب الفيس اللي فليت. وعدد بالكمية هاي بصراحة بالنقاط سبعة عشر يعني مرفوض ابدا. يعني اربعة خمسة ترى اربعة ممتاز. ليه? لانه لازم يكون في عندي اسمه تيربو سموث. هنحكي عنه بعدين. احنا عادة ما بنتعامل مع الاشكال الديومتري بشكل سموثي. ابدا. السموثنس خاص. اللي حكينا عنه قبل قليل اللي هو اللي بيجي مع اللي بيجي مع ال في ري هاي اسمه مع سوري مع مع البوليغون اسمه ساب ديليجنس سيربس. فبعطيك افضل انسيابية. احنا حكي عنه نيرس بعدين. بس ما تركز على كمية السيجمانس اللي هون. حاول تخففهم بقدر المستطاع. اه مش زي الاشكال الخطية. الاشكال الخطية لازم يكون انتربوليشن ادابتب عشان يكون باري سموثي. هون ما يطلب منك الموضوع يكون باري سموثي. السموثنس امر بسيط جدا. بكبس بتعمله. بس ركز على الديزاين يكون صح. الان الاج بصراحة اكتير مهم. اهم من النقطة. اهم من الفيرتكس. فنركز عليه. في عندنا اوبشن طبعا نفس الابشن السابق اللي هو اوبن سيربس. فبفتح السيربس اللي هي منطقة الشامفر. اللي عندي القدرة اني افتحها واسكرها به الطريق. افتحها واسكرها. الباقي كله مش مهم. اهم شي الابشن اول اني يكون مربع ستريت. او يكون المسافة. اوكي? وانه اوبن او كلوزد. اوبن او كلوزد. هون اني اختار فيز الثانيين مش كتير مهمة الموضوع. نعطي الان اوكي. فحددت هذا الشكل. اموري في تمام. الابشن اجز. الان ننتقل الابشن اللي بعده من ايدة اجز. في عندي اسمه نرجع مرة ثاني لا. نرجع الاجز. الان بقدر اعمل بين السيجمانس هاي والسيجمانسي اللي هون. مقابلين لبعض. لكن لما اعملهم ولد هما نفسهم حيلتقوا مع بعض. هما نفسهم حيلتقوا مع بعض. حروا على ويلد سيتنج. وزيد المسافة اكثر 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 اكثر. عشان يلتحموا. اعطاك شكل انه مش ملحمين. بس لما تعمل ابلاي الموضوع انتهى. خذ هاي. كنترول مع هاي. وعطي ابلاي الموضوع انتهى. نفس الشي هون هون. بس عادة احنا ما بنعمل هيك. اوكي? لانه يعني بعملك امتدات. ولاحظ انه نفس السيجمانسي التفصيح اللي هون. احمل ليها ولد. هي نفس زحرية للاسفل. نعمل اندو 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 اندو. فولد غير مناسب للإدجس. مناسب للفيرتكس اكثر. الان في عنا نفس الاجهاي. بس امسكها بلاحظ انه في عندي خط متقطع بحكي لي وين هتوديها باقول له هون. فنفسها باودي ليها هون. كليك نفس الشي هون. كليك نفس الشي هون. برضو كمان مش منطق انه تطلع منطق هاي بدون تفصيله راحة النقطة اللي هون الخط اللي هون نعمل كونتو زي كونتو زي كونتو زي فولد و تارغت وولد مرائعين جدا ممتازين جدا بس بصراحة للنقاط مش للإجز بس ممكن نعمل فيهم إجز بس كتخصص الفيرتكس متخصص فيهم أكثر الآن حروع على اوبشن اسمه بريج بريج زي ما تفضل مع هونس بشار كليك على النقطة اللي هون بس اكمس بريج اعطاني توسيل بينهم وحافظ على الاتجز اعطاني النيو سيربس الان الان بقدر اختار ودبلي كليكون يعني دبلي كليك على النقطة هاي ودبلي كليك على النقطة اللي هون اعطانيهم بريج مرة واحدة للكل اعطاني لهم بريج كامل بس يفضل اختار الاولى والمقابلة هعطيها بريج بعدين دبلي كليكون وألغي هاي وألغي هاي وعمل بريج مرة ثانية اعطانيها بريج مرة ثانية بها الطريقة بس بها الطريقة فعملت بريج وهذا البرج وصل بين النقاط السيجمانس اللي انت بدك إياهم بدون مشاكل لكن البرج بصراحة هو أقوى من هيك وأكبر من هيك البرج هو أفضل بالبوليغونز اللي هي الفيسز حنرجع لها بعدين فبريج لو دخلنا على بريج لها سيتينج سيتينج هاي حنحكي عنها لما تكون في البوليغونز بس بريج هي عبارة عن بريج من إسمها بتوصل بشكل مباشر سيجمانس بتوصل بشكل مباشر سيجمانس الآن في عندنا أوبشة اسمه وهذا يعتبر جدا جدا مهم في السيجمانس الآن لو اخترت القطع اللي هون بدي أختارهم رينك يا أما اختارهم سيليكشن بهذه الطريقة كيف أو اختار حبة واختار ألت رينك أو اختار حبة واختاروه على سيليكشن وحكيله رينك هذول أنا اخترتهم عشان بدي أوصل بينهم أوصل بينهم سيجمانس تذكروا التوصيل بالنقاط كان عن طريق الأمر إني أمسك هاي النقطة وهاي النقطة وعطي راية تكليك وعطي وصلت بينهم بغط الآن توصيل الخطوط بين الخطوط عن طريق الأمر إني أمسك هاي النقطة وبضغطهم وبعملهم مفروضين وهي المسافة اللي هون أول قيمة اللي هون هي نسبة مئوية ما لها علاقة بالطول والعرض والصامتي مش يونتس يعني الموضوع نسبة مئوية يعني هيك انت مئة في المئة عملتم خط واحد ضغطهم بناقص مئة في المئة متين في المئة او 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 اذا رفعت مية في المية ضعفتهم مية في المية الضعف يعني فالان هي نسبة ميةوية مش اكثر نسبة ميةوية تمام الان الابشن اللي بعده هي عبارة عن السايد وين ارفعه من الاعلى او الاسفل حسب الكمية اللي بديها فكأنها افسد يعني كأني بعملهم افسد للأعلى والاسفل هون لوضع ثلاث تكنيك بصفر كل شيء فالعدد اللي بدك هي بتحدده هون من من سيجمانز السيجمانز كثير ممتاز لو فكرت المنطقة اللي هو مثلا هاي اضيف عليها سيجمانز اختار اجز اختار واحدة او اختار سيلكشن بهالطريقة او اختار حبي واحدة واروح على رينج رأي تكليك كوننكت بدي اوصل بينهم نقاط والله محتاج ثلاث نقاط بالنصف حلص حطي ثلاث نقاط بضل فاضفت نقاط اضافية للقطعة بشكل عام طيب هذا الخط ما بدي اياه كيف اشيله اشيله عن طريق ريموف ما بزغط هاي شلته ريموف راح بتهيألك انه راح روح على النقاط تطلع بتلاقي فيه نقطة له اثر فها بتعملنا مشاكل مع التيربو سموث فنعمل اندو 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 افضل ازالة الها عن طريق كونترول مع باك سبيس احفظوها مش باك سبيس لحالها باك سبيس بتشيلها هاي شلتها زي 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 ريموف لك روح على النقاط بعدها موجودين فهاي بصراحة بتعمل ازعاج كونترول مع باك سبيس بتشيل لك السيجمنتس مع نقاطه باك سبيس لوحدها بتشيل لك السيجمنتس بدون نقاطه وريموف بتشيل لك السيجمنتس بدون نقاطه فبصراحة اسوأ شي انك تترك اثر للسيجمنتس انه يضلوا يضلوا نقاطه وعمل ترموف وجرب تعطيه option ثاني مثلا زي بدي اعمل بيرتكس وحرك هالي الاسفل شوية اولي الاعلى حتلاحظه انه صارحة عندك مشكلة ليه لانه اصلا مش منطق مش منطق انه يكون فيه نقطة نقطة بنصف الاج وما لها تكملة فهذا هذا مشي كوات شو الكوات خلنرجع لبولغون شوي هاي القطع اسمها كوات كوات يعني لها اربع اجز اربع حواف هاي كوات بشكلها مربع اوكي بالسيليكشن هلا هاي مشي كوات ليه لها اج وفيه نقطة هون اج ثاني هاي اج ثالثة رابعة خمسة ست فهاي عبارة عن ست هاي حتكون فاشلة جدا في تطبيق التيرب والسموثة عليها لو رحت عال وزدت وقيمة واحد حتحس انه في خطأ هون في اشي مش طبيعي اوكي القطعة كلها من كل مكان عن طريق الابشن اللي هو لكن هون في مشاكل هون يعني مش عارف يتعامل معهم الانسيابية اللازمة فإذا بدك تهتم بدك مهتم في الانسيابية لأي شغل من شغلك في المستقبل أعطي attention للنقاط إنها تكون ملحومة إما تمسكها كلها وتعطيها لا تكليك connect هيك وصلت بينهم هيك لما تعطي Subdivision Service حيكون النتيجة كثير كثير أفضل أفضل بكثير من أول شو ما أحلى محلى السيرفز محلى الكير لكن قبل كان كثير سيئ كان كثير سيئ بهالشكل فنعطي attention لهالموضوع عشان أشيل النقاط المالها داعي يفضل إني أختار select عليهم وعطيهم backspace أو إذا كانوا edges أعطيهم control مع backspace أتمنى يعني تركزوا عن النقطة لأنه أصلا من معظم مشاكل الشباب اللي كانوا معايا بليفل الماضي المودلينج كانوا ينسوا هاي النقطة ينسوا هاي النقطة روح على edges edges chamfer وحكينا عنها وbridge وconnect في عندي option كثير مهم اسمه create shape from selection يعني تعرفوا اللاتس اللي أخذنا اللاتس اللي أخذنا نفس اللاتس بالضط الآن محتاج أني أختار شكل خطي للقطعة هاي بأختار double click على الخط هاي أخذليها كامل بدي أحوله لشكل خطي أحول لشكل خطي فممكن أعطيه create shape from selection أو وعطيه create shape نفس الشي بقول لي هالشيب اللي أنت بدأك توقضه هاي شو اسمه هو smooth ولا linear نجرب smooth أعطاني بها الشكل هذا الآن الشكل خطي حصلت عليه من هون حقتاله مرة ثانية وروح على edges وعطيه لا تكليك create shape هالمرة حتكون linear وهذا الأفضل linear linear بمشي بالضبط على المسار اللي كان فيه بدون ما يعمل انسيابية معين فإذا بتطلع على الفرق بين اثنين طلع على المنطقة اللي هون كيف straight المنطقة هون كيف high smooth وهي linear select all select all ال edges أو control A أحسن تعطي راتك create shape from selection نفس اللاتس اللي أخذناه سابقا الآن أخذته أوكي لما حركه عندي شكل خطي شكل خطي إله فممكن هذا الشكل خطي يكون عبار عن render able لأنه بنهاية line هذا line rendering وعطي enable viewport وهي F4 عطاني شكل خطي كأنه شبكة كأنه شبكة فممكن تعمل align القطعة هاي بالضبط وتعطي هاي تكون glass مثلا الداخلية تكون glass وهي شبكة تمسكها الأفكار بصراحة ما بتنتين هون كثير كثير أفكار ممكن تعمل معاك أشياء مميزة ممكن نفس اللي عملنا احنا عن طريق اللاتس بالمبنى بطل نعمل اللاتس خلاص ناخذ اللي وعطي كثير ممتاز وكثير عملي بصراح هذا وافضل من اللاتس اللاتس بيجبرني انه النقاط مفتوحة من منطقة المنتصف بعطيني كمان اللي هو الكرة أنا ما بدي إياها مرات فهون أفضل إذا ما بدك الكرة نرجع لل وال في عندنا اللي هي و وال وال نفس اللي قبل شوية بال بصراحة منفهمهم أكثر لما نتكلم عن التيرب و السموث و بولي أكثر بس لازم تعرف أنه هذول أصلا للإنسيابية للإنسيابية لما يكون في عنا يعني بركز عليهم في أكثر والهارد والسموث نفس الشيء يعني هاي كاملة هاي عبارة عن الإنسيابية العلاقة بالإنسيابية وتتناسب مع السيربس بس بشكل عام إذا حبي أن أخذ ثكرة عنها سريعة لو أخذت مثلا سفير بلاش سفير خليها بوكس لأن سفير أصلا هي سفير فبدي بوكس بهالشكل وعمل وعطي ثنين أو ثلاث والآن أروح أضع شكل طيب أروح على الإدت إجز وأمسك أمسك إج الآن بمسك إج ما بمسك نقطة بالقليل بمسك إج وفي عندي الويت والكريز لو مسكت الأربعة مع بعض هاي وهاي وهاي سوري هاي الأربعة لاحظ أن الكريز تغير قيمته صارت يعني ما في قيمة لأنه في قيمتين مختلفات فأي قيمة مختلفة بعطيك الآن بزيدهم كلهم شوف كيف حاولت الشكل مع أن حاولته مجدود من هون كثير كثير مجدود هاي هي قيمة الكريز في عنا الدبث حنفهم أكثر قدام وفي عنا الويت حنفهم أكثر قدام بس افهموا نيربس بدون نيربس ما قلو أي قيمة كل إنسيابية بدون نيربس ما تفعل ما قلو ما قلو أي قيمة طيب الآن مش حركز فيهم كثير حنلغي موضوع نيربس هاي هو نيربس وطلع منه لحارو أو أنا أعطي الله تكتلك وألغي نيربس هاي نيربس ها بدرجة إلو اختصار من أعلى ممكن ألغي ممكن أرجع أشغله من هون يعني إذا كان عندي مثلا ثلاث كوتو أعطي الله تكتلك من نيربس توقل ألغي من نيربس توقل أشغله كإختصار سريع طيب الآن في عنا option اسم هذول كثير مهمين لو رحت على بوكس وهذا البوكس عليه يعني على أقل ثلاث 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 مثلا أربع مش مشكلة الآن عشان تعرفوا أنه poly أصل مش نعم لكم ver to poly وليش الpoly أفضل من المش هاي يعني history سريع للموضل لو دخلنا على ال edges حلاحظ أنه في عنا option اسم triangle triangle أو triangulation لاحظ أنه أعطاني أنه أصل الpolygon أصل له أربع أكواد أصل مثلاثين أصل مثلاثين فالمش أصلا 3 أضلع له 3 حواف 3 أضلع فلما ندمج 3 أضلع مع 3 أضلع مفروض يكون عددهم 6 طبيعي يكون 6 الpolygons اللي اخترع الpolygon هو كيف يعمل هو نفس المش جاء مثلث مع مثلث ثاني ولغ المنطقة المشتركة بينهم فبدل ما يكون 6 أضلع صار أربعة أضلع سمينا كوات سمينا polygon فالأربعة تعادل فالمنطقة هيا هون مشتركة بس موجودة بس انت ما بتشوف ها فممكن يكون حجم قطعة 600 ميجا مش يصير حجمها 400 ميجا polygon من نفس نظام حسابات polygons مختلف عن المش يعتبر قديم وهذا هو الشكل لكن مرات بنرجع للمش shape كيف يعني مرات في عني اوبش الاسم turn turn smoothness في اي شكل انسيابي اذا في عركة بسيطة تربي بيين خاصة مناطق الحساسة يعني مثلا انت ممكن تعمل smoothness shape عند curve قوي جدا او مثلا اللي بيعمل design لcharacter يعني مثلا انت بتصمم بني ادم فمنطقة المنخار منطقة الشف منطقة العين خاصة الجفن اي ضربة صغيرة فيها بتعملك مشاكل فانت بدك تحاول تتجاوز هذا الامر عن طريق انك تعمل turn turn الانسيابية بشكل عام للقطعة بخطة الانسيابية تمشي معك بشكل مناسب فممكن تحولهم turn بهالشكل 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 هذا اشي بيكون عادة مختفي ما بظهر معك الا بال fine tuning لما تعمل editing كثير كثير في تفاصيل وحنحكي عنه في الورغانيك صلاح في الورغانيك بهمنا نحتي عنه يهون نعمل turning للسيرفس معين بحيث ما يكون في عركة يعني تأثير بسيط مش كثير بس لازم نعرف هيك احنا خلصنا هيك احنا انهينا الاجز ودعونا دعوت خير يالله السلام عليكم جميع شوفكم المحاضرة القادمة مع ابداعات جديدة انا بتأكد بتأكد حيكون في فرق خاصة اللي بيشتغلوا سكيتشاب اللي بيشتغلوا اللي بيشتغلوا السلام عليكم اللي بيشتغلوا شكرا الله سلم وإكما عرب سلام